التحقيق المحلي المعلق منذ نهاية العام الماضي بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده القاضي طارق البيطار لم يتوصل إلى نتائج جراء دعا ضد البيطار رفعها نواب حاليون ووزراء سابقون ويثير التحقيق انقساما سياسيا في الداخل اللبناني وبالموازات مع تعليق التحقيق المحلي دعت 11 منظمة حقوقية دولية ومحلية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولي الأربعاء إلى طرح قرار من شأنه أن يوفد من دون تأخير بعثة مستقلة ومحايدة لتقص الحقائق بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا وانتقدت هذه المنظمة في بيان مشترك ما تعتبره عرقلة السلطات اللبنانية سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال وقال ستة خبراء دوليين في بيان مشترك بينهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا موريستيد بالبينز ومقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبرو كافورة قالوا إن هذه المأساة واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الإنسانية الحديثة ومع ذلك لم يفعل العالم شيئا لمعرفة سبب حصولها مضيفين أنهم يشعرون بخيبة أمل لأن الناس في لبنان ما زالوا ينتظرون العدالة داعين إلى فتح تحقيق دولية بلا تأخير